ثلاثة أعاصير متزامنة تضرب منطقة الكاريبي وخليج المكسيك هذا العام فبالإضافة إلى إعصار إرما المصنف في الفئة الخامسة والأعلى ضمن سلم قوة الأعاصير تضرب المنطقة عاصفتها خوسي وكاتيا اللتان تم رفع درجتيهما مؤخرا إلى مستوى الإعصار ويعد إرما أشد من الإعصار هارفي الذي ضرب مؤخرا تيكساس وليوزيانا الأمريكيتين وتسبب بأضرار مدية قدرت بمائة وثمانين مليار دولار وفي 2016 ضرب إعصار ماثيو جزر الكاريبي وفلوريدا الأمريكية وحصد أرواح أكثر من ثمانمائة شخص غالبياته من جزيرة هيتي وقدرت خسائره في الجزيرة وحدها بنحو ملياري دولار قبله بعام ضرب إعصار بيتريشيا المكسيك واعتبر واحدا من أكثر الأعاصير شدة حيث بلغت سرعة الرياح ثلاثمائة وخمسة وعشرين كيلو مترا في الساعة وهو رقم قياسي لم يسبق أن سجل في التاريخ الفلبين والصين وفيتنام أصابهم عام 2013 إعصار هايان والذي أصفر عن مقتل نحو 12 ألف شخص فضلا عن خسائر قدرت بستمائة وستة وثمانين مليون دولار وإثره أصبح أحد عشر مليون شخص بدون مأوى في 2012 ضرب إعصار سندي الساحلة الشمالية الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وبلغت خسائره 75 مليار دولار أما إعصار ويلما فاجتاح كوبا وأجزاء من شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية وأيضا ولاية فلوريدا الأمريكية وذلك في عام 2005 وأصفر عن مصرع 62 شخصا وفي العام نفسه تسبب إعصار كاترينة الذي ضرب فلوريدا في مقتل ما يزيد على 1800 شخص وخسائر مدية قدرت وقتها بنحو 176 مليار دولار